تحت رعاية السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض البحرين الافتراضية 2020 سيسعى المشاركون في المؤتمر على مدار يومين إلى وضع أنجع الوصفات القادرة على الاستجابة الصحية لأختلف القطاعات الحيوية المتأثرة من تبعات جائحة كورونا وذلك عبر الاستعانة بأدوات التحول الإلكتروني من أوسع أبوابه جميعا نشتغل في تقنية المعلومات والاتصالات من فترة طويلة تفاجأنا مثل ما تفاجأ العالم بوجود كورونا بما يسمى وفرض علينا طريقة جديدة في العمل طريقة جديدة في الدراسة طريقة جديدة في التخاطب الفعاليات اليوم بتتغير الافتراضية أكثر منها حتى الاجتماعات فنحن نتوقع أن الأفراد يتغيرون مع الزمن يعني اليوم الأولاد الصغارة في المدارس في الجامعات هل شافوا الافتراضي أكثر منه فأنا أعتقد قطاع الأعمال والمال يعني الجميع يدري التجارة الإلكترونية يعني إلا ما يقدر ينتقل حيخسر يخسر في الدراسة، يخسر في العمل، يخسر في التجارة فخلينا نأخذ الموضوع أنه هذا المستقبل وكيف نكون سباقين فيه وكيف نكون من الأواء لمثل هذه الأسباب قدم مؤتمر البحرين الافتراضية 2020 نفسه واضعا أفضل البرامج وأنجع الوصفات القادرة على تقديم الاستجابة الصحية الإلكترونية الأولية السريعة لعمل عديد القطاعات التي ألقى فيروس كورونا بظلاله على آلية عملها وإنتاجيتها فالتحول الإلكتروني بات أمرا ملحا لمرحلة ما بعد الجائحة وحتى في أثناء بقائها إذ أجمع المشاركون على أن لا بد على كل قطاع أن يسرع من وطيرة الجهود التي يبذلها من أجل الحفاظ على مؤشرات النشاط في بدنه ليستطيع بعدها تجاوز الأزمة دون تأثير كبير على حيويته ثلة من الشخصيات المحلية والخليجية والإقليمية البارزة ستستعرض خلال يومي المؤتمر أبرز المحاور والأوراق النقاشية التي ستمكن المنخرطين في مختلف القطاعات الحيوية من الاستعانة بها بالشكل الذي يمكنها من التعامل باحترافية مطلقة مع الوضع الجديد وبما يضمن استمرارية العمل وفق أعلى معايير الجودة وبالقالب الذي يتوائم مع مستجدات الوضع المستقبلي لكم الأهمية هذا المؤتمر من خلال ما هي المواضيع التي يطرحها والتي يمكن إيجازها في زي الحكومة الإلكترونية الصحة، التجارة الإلكترونية البانكين، كمان الأمن السبراني وتغيير الإعلام وكمان التعليم إن إعادة الروح المعنوية للأعمال في قطاع تقنية المعلومات بمتنوع المجالات سيبقي على أدوات الابتكار وعلى وفرة المخزون في صندوق الإبداع والإنجاز وسيقود إلى تشجيع التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص وتحفيز أصحاب الأعمال على الاستمرارية وعدم الارتهان لصعوبة الظرف الحالي فضلا عن تشجيع البدء بالأعمال الجديدة وتحقيق الريادة في الإمكانات والجوانب كافة لتلفزيون البحرين محمد الشدد